أشرف اليوم وزير الصناعة أحمد زغدار بالمركز الدولي للمؤتمرات على مرسم تسليم الجائزة الجزائرية للجودة في طبعتها السادسة جائزة الجودة لسنة 2022 كانت من نصيب أغرو اندستري التابعة لمجمع سيفيتال فيما عادت الجائزة التشجيعية لمجمع أغرو ديف هذه المسابقة عرفت مشاركة 29 مؤسسة منها 25 مؤسسة استوفت الشروط ومعايير المسابقة وزير الصناعة أحمد زغدار أكد بالمناسبة أن هذه الجائزة تشكل فرصة لتشجيع وتحفيز مؤسساتنا لرفع من مستوى كفاءتها وفعليتها وجعلها أكثر تنفسية في الأسواق الوطنية والدولية إن وعينا بالرهانات الناجمة عن انفتاح بلادنا على الاقتصاد العالمي والذي يحتم علينا إحياء والتنشيط اقتصادنا الوطني وانفتاحه على اقتصاد السوق جعلنا نولي اهتماما أكثر فأكثر لترقية المنظومة الوطنية للجودة من خلال دعمها وتقوية بنيتها التحتية لتشمل جميع مكوناتها التقييس، القياسة، الاحتماد، تقييم المطابقة والإشهاد بالمطابقة سعداء جدا لنيل مجمع سيفيطال الجائزة الجزائرية للجودة للصناعة الغذائية وممتنون لوزير الصناعة على هذه اللفتة التشجيعية الطيبة تحياتي الخالصة للسيد رئيس الجمهورية لجعل الجزائر في مصاف الدول الرائدة اقتصاديا وإرادته في تشجيع التميز في مختلف المجالات نحن نعمل كل في موقعه على بناء جزائر قوي اقتصاديا حتى نصل إلى الأهداف المشهودة